نروح لمجموعة كده من الأخبار الخاصة بينا في صباح دريم سواء اللي بتيجي من حضراتكو فيها ربما شكاوة أو استغاثات عندنا خبر الحقيقة عن ترعة هي الترعة دي عمرها 100 سنة الترعة دي بسبب الإهمال وبسبب أنه في يعني بقالنا 100 سنة فيها إهمال وفيها يعني مسؤولين ورا مسؤولين ورا مسؤولين بيجوا ما حدش بيشتغل عليها ما حدش بيعمل حاجة فاتحولت النهاردة من ترعة لأن هي مصرف وبعتذر جدا للكلمة مصرف لجثث قتلة وأطفال وحيوانات فين الترعة دي دي في أسيوت دي ترعة المرة وزي ما بنقول هي عمرها أكتر من 100 سنة تقريبا أو بقالها 100 سنة طولها 160 كم وانشأت من 100 سنة بهدف تصريف الفائد من ري الأراضي الزراعية من الترعة الإبراهيمية في ري غابات الأشجار لكن لأن حصل تعصر كبير في مشروعات الغابات الشجرية في المحافظة هناك أصبحت الترعة المرة دي مصرف لمياه الصرف الصحي ومن ثم بدأ طبعا الأهالي في إلقاء القمامة يعني هنا اللوم الحقيقي على الكل على المسؤول اللي سيبدأ وعلى الأهالي اللي كل يوم عملين بنرمي فيها أكياس قمامة وبنرمي فيها مخلفاتنا العضوية ومخلفات المصانع وكل حاجة بتترمي فيها ومخلفات زراعية وغيره فاتحولت إلى منظر رهيب الحقيقة الأهالي بعتوا بيقولوننا أنه هذه الترعة أصبحت مرتع حي لجثث الحيوانات وأحيانا أخرى لجثث البشر وأصبحت مصدر ذعر للأهالي الأهالي في مدينة أسيوت وبعد مراكز بيطالبوا دلوقتي بإيه عايزين فورا يتم ردم هذه الترعة تثير القلق والذعر وملهاش لازمة يعني الحقيقة أنه الترعة دي بيقولك الأهالي بيقولوننا في نص الرسالة اللي بعتوها أنه مش بس بتحتوي على جثث غرقة للقمامة بداخلها لا هي كمان بتحتوي على جثث لأنه هم مش عايفين يشوفوا هي المية فوقيها القمامة أكوان من القمامة فهما مش شايفين المية أصلا فالناس بتقع فيها غير أنه لو حصل فيها أي جريمة أسهل حاجة أن يتخذ اللي تقتل داي ترمي فيها غير الحيوانات النافقة غير بأي حاجة بتترمي غير الزبالة غير المخالفات العضوية والزرعية زي ما قلنا يا جماعة أرجوكوا 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 في رائحة عفونة غير طبيعية طلعة منها وصعب جدا تكتشف جثث فيها بسبب ما بها دي ترعة عمرها مئة سنة طولها مئة وستين كيلومتر المطلوب فورا ردم هذه الترعة أتحدث عن ترعة المرة بأسيوت نتمنى إن شاء الله أنه يعني حاجة زي كده يعني السؤال بس يعني ترعة زي دي أسيوت بداية من السيد معالي محافظ أسيوت نائب سيد محافظ أسيوت سكرتير محافظ أسيوت نسيب بقى من مكتب المحافظ أكيد فيه مجلس مدينة أكيد فيه رئيس حي أكيد فيه مدير أمن يعني أكيد فيه مثلا على الأقل عشر خمستاشر شخص بمناصب كبرى في محافظ أسيوت ولا حد فيهم يا جماعة ولا حد فيهم فكر يشتغل على قصة الترعة دي ولا حد فيهم فكر إنه إحنا عندنا ترعة طولها مئة وستين كيلومتر بقت بتدفن فيها الجسس بني قدمين وحيوانات والناس اللي بتتقتل بتتريمي فيها لأنه مش هيرفوا يطلعوها ولا حد في الناس دي كلها